بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي طلبة الصف الثامن نبدأ معاً وحدة جديدة يا شباب وحدة الجهاز الدور طبعاً الجهاز الدوري يتكون من القلب والأوردة والشرين طبعاً الجهاز الدوري يتكون من دورتين يا شباب عشان نبقى متفقين عبارة عن دورة صغرى ودورة كبره هناك كل شيء بالتفصيل الجهاز الدوري من أهم أجهزة جسم الإنسان أقول لأنه مسؤول عن دوران الدم داخل الجسم ويزود خلايا الجسم بالأكسجين والمغزيات يبقى الجهاز الدوري هو المسؤول عن نقل المغزيات والأكسجين إلى جميع خلايا الجسم طبعاً يتركب جسم الإنسان من أجهزة معقدة طبعاً 11 جهاز خدم منها الجهاز التنفسي ونأخذ منها الجهاز الدوري عبارة عن بعض الأجهزة كثيرة نأخذها كده في المستقبل لشباب المنطقة صف 9 والسنة وهكذا طبعاً يتركب جسم الإنسان من أجهزة معقدة تدل على عظمة الخلق كما قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم طبعاً جميع أنشطة الإنسان تحتاج إلى طاقة قلنا يحصل عليها من المغزيات التي تحتوي على سكريات وفيتامينات ودهون والتي تتفاعل مع الأكسجين التنفس داخل الخلق لأنها عبارة عن عملية التنفس الهوائي أو اللاهوائي طبعاً هذا عبارة عن القلب الصناعي يجب الناس تصاب بمرضى القلب أو تصاب مثلاً عندها شيء في القلب أو عادة القلب كذا هذا عبارة عن القلب الصناعي المستخدم برضو في عمليات القلب المفتوح طيب يا شباب كيف يصل كل المغزيات والأكسجين إلى خلال الجسم طبعاً عن طريق الدم الجهاز الدوري وده عبارة عن الشرايين لكن كيف تتخلص خلايا الجسم من الفضلات طبعاً برضو عن طريق الدم الجهاز الدوري وده عن طريق الأوردة طيب ده عبارة قلنا نحن القلب قلنا القلب يتكون من دورة الجهاز الدوري يتكون من قلب وأوردة وشرايين طبعاً قلنا يحتوي على دورتين دورة كبرى ودورة صغرى طب هنا عبارة عن نشاط بيقول لك ضع يدك كما في الشكل 28 على إيدك طبعا هنشعر إيه بنبض يا شباب برضو لو وضعت على رقبتك كما في الشكل 29 برضو هشعر إيه بنبض طب لو قال لي عندي سماعة الطبيب يا شباب إلي احنا كنا بنشوفها في إيد الطبيب ويضح على الجهة اليسرى من صدر زميلك ماذا تسمع طبعا هنا أسمع ضربات قلب زميلي طب ما الفرق بين 28 الشكل 28 شكل 29 وشكل 30 لنقوم بي طبعا في الشكل 28 29 ضي أشعر بنبض لكن في 30 قلنا أشعر بضربات قلب زميلي طبعا كم عدد الضربات طبعا في 28 29 والشكل 30 وما الفرق بينهما طبعا عدد النباطات في جميع الأشكال وده للشخص الطبيعي من بين 70 إلى 80 نبضة في الدقيقة الواحدة طبعا ممكن يكون الفرق بينهما إيه لو قلست هنا ممكن ألقى مثلا على سبيل المسال ممكن ألقى 75 لو قلست هنا ممكن ألقى 79 وهكذا مما يتركب قلبي طبعا لو بينا رسم القلب ده عبارة يتكون من أربع حجر يتكون من أزين أيمن وبطين أيمن وبطين أيمن أزين أيصر وبطين أيصر ده عبارة عن الشريان أو ورط وهنأخذ كل ذلك بالتفصيل استخدم أدوات التشريح للتعرف على تركيب قلب حيوان سدي خروف ما قال لي ممكن أن أجيب قلب سدي خروف مثلا ثم أرسمه طبعا نرسم ده عبارة عن شكل القلب كنا نتكون طبعا لسا نأخذ التركيب بالتفصيل ده يتكون من أربع حجر ثم الشريان الأبهر والشرين الرأوية والأوريد الرأوية وهكذا والجدار الفاصل ده عبارة عن صمامات تفصل بين الغرف وهكذا يتشابه قلب الخروف مع قلب الإنسان من حيث التركيب سجل أجزاء قلب الإنسان بعد عملية التشريح طبعا قلنا يتكون القلب من الداخل من أربع حجرات قلنا الأزين الأيمن دائم ده دائما يا شباب يستقبل الدم غير المؤكثج أو المؤكثد من الوريدين الأجوفين العلوي والسفن البطين الأيمن ده يضخ الدم غير المؤكثج إلى الرئتين من خلال الشريان الرأوي طب الأزين الأيصر يستقبل الدم المؤكثج القادم من الرئتين عبر الأوريد الرأوية الأرض طب وآخر شيء الغرفة الأخيرة البطين الأيصر تقولنا عبارة يضخ الدم المؤكثج إلى الشريان الأبهر لينتقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم طب الجهاز الدوري قال لي بعد مشاهدتك الفيلم التعليمي تعرف على أجزاء الجهاز الدوري ثم ارسمها واكتب وظيفة كل منها طبعا ده عبارة عن رسمة توضيحية جداً لعبارة عن الشريان باللون الأذرق والأوريدة باللون الأحمر وده عبارة عن القلب وده ينتشر في جميع أجزاء الجسم لأنه يمد جميع أجزاء الجسم وخلايا الجسم تامة من أول الرأس من أول الرأس حتى الشارع من أول الرأس إلى القدم ده يمد الجسم كل الجهاز الدوري بالمغزيات والأكسجيل ويأخذ من نسان أكسجيل كربون والفضلات اللي خارجه من ناتجه التنفس طيب لو جينا دلوقت هنكتب اسم العضو أول شي عندي يا شباب تركيب الجهاز الدوري أول شي القلب وده أهم عضو داخل الجهاز طبعا القلب زي شباب يضخ الدم غير المؤكسج إلى الرأتين ويضخ الدم المؤكسج إلى جميع أجزاء الجسم يوقع وظيفة أنه يضخ الدم المش موجود داخل أكسجيل إلى الرأتين عشان يتحمل بالأكسجيل ثم ياخذه مرة أخرى بعدين يضخ الدم المحمل بالأكسجيل والمغزيات إلى جميع أجزاء الجسم ثم يستعيده مرة أخرى محملا بسان أكسجيل كربون والفضلات طيب الأوعية الدموية قلنا نقل الدم من القلب للجسم عبر الشرايين ونقل الدم غير من الجسم إلى القلب عبر الأوردة يبقى الأوعية الدمية من قسم إلى شرايين وأوردة الشرايين خاصة بنقل الأكسجين والمغزيات من القلب إلى جميع أجزاء الجسم بالأوردة خاصة بنقل الدم من جميع خلايا الجسم إلى القلب مرة أخرى طبعا ينتقل المغزيات والأكسجين إلى الخلايا وينقل الفضلات وساني أكسجين الكربون إلى أعضاء الإخراج ويدافع عن الجسم ضد الأجسام الغريب يبقى تركيب الجهاز الدوري يتكون من القلب والأوعية الدموية التي تحتوي على الشرايين والأوردة ويحتوي على الدم علما بأن الدم نسيج وليس عضو نسيج وليس عضو صمم تجربة توضح عمل الجهاز الدوري من خلال استخدام الأدوات التالية باللون ماء عن بوبة منطاطي شريط لاصل ثم أرسم تجربتك وقابل كل جزء منها بما يمثل أجزاء الجهاز الدوري هنا يجب علي أن يعمل يعمل بلونة ويعمل بطين كأنه لوقف أيسر يعمل الأنبوب كأنه الأورطي عند الضغط على البلون يدفع اندفاع الماء في الأنبوب المطاطي وهذا يعبر عن الدم يبقى يجب عليك العبور عن البطين والأوردة أو الشرايين ويجب عليك العبور عن الدم هنا ورقة عمل يا شباب يقول لي حجرة بالقلب تستقبل الدم غير المؤكسج من الوريدين الأجوافين العلوي والسفلي قلنا دي عبارة عن الأزين الأيمن لو قلوا حجرة بالقلب تضخ الدم غير المؤكسج إلى الرئتين من خلال الشريان الرأوي قلنا دي عبارة عنها يا شباب أيها البطيين الأيمن لو قلنا حجرة بالقلب تستقبل الدم المؤكسج القادم من الرئتين عبر الأوريد الرأوي الأربعة قلنا الأزين الأيسر حجرة بالقلب تضخ الدم المؤكسل إلى الشريان الأظهر لينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم دي قلنا عبارة عن البطين الأيسار علل الجهاز الدولي من أهم الأجزاء جسم الإنسان قلنا لي يا شباب أي وبرف عالف لأنه مسؤول عن ضوران الدم داخل الجسم ممكن هنا أقف أو ممكن أزود ويزود خلايا الجسم بالأكسجين والمغزيات من وظائف القلب أول شي طبعا يدخ الدم غير المؤكسل إلا الرئتين يدخ الدم المؤكسل إلى جميع أجزاء الجسم طب وظائف الأوعية الدموية طبعا أول حاجة نقل الدم من القلب إلى الجسم دي عبارة عن الشريان لكن نقل الدم من الجسم إلى القلب دي عبارة عن إيه الأورداء وظائف الدم قلنا نحن أول شي شبابة ينقل المغزيات والأكسجين إلى الخلايا برضو ينقل فضلات وسانيوكسيل كربون إلى أعضاء الإخراج آخر شيء يعبار عن حماية أو يدافع عن الجسم ضد الأجسام الغريب طبعا درس النهاردة يا شباب نقاكم على خير ونستكمل دروسنا في لقاء آخر ياربكم استفدتوا والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة